مش هو ده؟ مش هو ده الخطيب اللي كنتم بتقوله عليه فاشل؟ محمود الخطيب ده؟ اللي كان اقول ايه بس؟ الواحد بس جواه حاجات كتيرة جدا جدا مش عارف يقولها كان بي... كابتل محمود ده كابتل محمود الخطيب ده؟ والله يا جماعة انا شفت حاجات مع هذا الرجل درس في الادارة ازاي تحل الازمات باسرع وقت وباخلاق وبمبادئ النادي الاهلي ازاي تخلي فريقك يرجع من اخر الدنيا ازاي تخلي جمهورك فخور بيكو بفرقتك هو ده اللي عمله محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يجب على الجميع ان يتعلم من هذا الرجل لو عايز تنجح بص على كابتل محمود الخطيب بص عليه كده وشوفه رئيس النادي الاهلي اللي بيحب النادي الاهلي من قلبه مش بيعمل حاجة عشان ياخد شو ولا يعمل ولا بتاعه ولا الكلام اللي كنا بنسمعه الفاضي اللي كنا بنسمعه خلال الفترة اللي فاتت هذا الرجل يستحق التحية الرجل ده بيعمل حاجات انا في حاجات مقدرش اقولها لانه بيقول الاسلام لو سمحت هذا الرجل بيعمل حاجات يعني انا مش قادر اتكلم لانه يعني مش قادر اتكلم هو لما هيطلع يبقى يا هو الكابتل الخطيب يتكلم فيها لكن الرجل ده كابتل خطيب انا يعني من كتر حبي ومن كتر اللي انا بشوفه اللي هذا الرجل بقول كده ان الكابتل الخطيب يستحق كل التحية وكل التقدير واذا كنت عايز تتعلم ادارة كرة قدم وادارة نادي كبير زي النادي الاهلي تفرج على كابتل محمود الخطيب وهو بيدير زي ما كان حريف في الكرة هو حريف في الادارة زي ما كان اسطورة في الكرة هو بقى اسطورة في الادارة هو ده كابتل محمود الخطيب انا مش عايز بس انا لو اتكلمت عن هذا الرجل هحتاج مية حلقة لان انا شاهد وفي المطبخ وعارف اللي بيحصل مش بقول كلامه خلاص لا ومش هقول برضو لانه دايما كان يقول لي كابتل خطيب يقول لي اسلام يعني انا ما بعملش كده عشان انا عارف او الناس تشوفني او الناس تعرف انا بعمل ايه انا بعمل كده عشان انا بحب النادي ده وبحب جمهوره كلمة دي بحطها حلقة فوداني بحطها حلقة فوداني كل مرة اقول له يا كابتل يعني طب خلينا اقول بيقول لي لا النادي الاهلي يا اسلام مش محمود الخطيب فانا اعزف ان انا بتكلم على كابتل محمود الخطيب لكن لازم أقول لأنه يستحق لأن اللي حصل في الكابت الخطيب خلال الفترة مش القليبة اللي فاتت دي مش عايز أقول لحضراتكم حاجات كتيرة جداً أو في وقت من الأوقات مش هقول حاجة ومش هقول إلا لو هو أزلي طبعاً إن أنا أتكلم في أمور يعني لو قلتها هتعرفوا إن عندنا مجلس إدارة أو عندنا رئيس مجلس إدارة ومعاه مجلس إدارة ما بيعملوش حاجة في حياتهم غير النادي الأهلي وحبهم لهذا النادي من قلبهم من جوه قلبهم وهم سعداء بالمناسبة بالتعب ده محدش اشتاكى كابت الخطيب أحد أفراد أسرته كان تعبان قريب خلاص؟ كابت الخطيب رح شافه في المستشفى خمس دقايق وكان عنده اجتماع في النادي تاني عشان حاجة تخص النادي دي حاجة بس أنا آسف إن أنا بقول هذا الكلام والله يا كابتن يعني معلش ما تزعلش بيني ولكن دي حاجة بسيطة جداً كده أنا بقولها قد إيه هذا الرجل بيحب هذا النادي فالحقيقة حاجة مش عارف أتكلم أقول إيه في هذا الرجل ولكن هذا الرجل يستحق كل التحية ويستحق كل التقدير شكراً أنا كابتن محمود على هذا المجهود الكبير